وتشهد الجزائر إيمان كما هو معلوم انتشاراً كبيراً لأخطر أنواع الفيروسات الموسمية على غرار بقي دول العالم التي تتسبب سنوياً في إصابة حوالي 2 مليون شخص هو الأمر الذي يتطلب أخذ اللقاحات اللازمة المضادة للفيروسات قبل انتشارها الكلي في الجسم خاصة لذوي الأمراض المزمنة تفاصيل أكثر مع نسيمة الوفي الأنفلوانزا الموسمية أحد أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان حيث تتسبب في وفاة حوالي مليون شخص عالمياً وفي الجزائر يعد فيروس HN1 أحد أكثر الفيروسات انتشاراً هو عبارة عن فيروس ينتشر بسرعة في الجو أو عن طريق الرذاب بالإضافة إلى فيروسات أخرى تتسبب في إصابة حوالي 2 مليون شخص على المستوى الوطني بعد 2009 جاء فيروس آخر وأشأن واحد ليولى موسمي وينتقل بإنسان إلى إنسان كما هو كما الأشأن كما الأشتلات كما البع في ثلاثة الآن رامي مشوف الجزائر وضروري جداً يكونوا ملقين الجزائر وفي خطوة منها لاحتواء الوضع والتحكم في الأنفلوانزا تقوم سنوياً بإرسال عينات مختلفة من الفيروسات الأنفلوانزا إلى المعاهد العالمية المتخصصة من أجل إنتاج الأمصال واللقاحات التي من شأنها حماية الأفراد جداً الفلوانزا فيه كل سنة فيه عينات فيها بحث بين معهد بصير في الجزائر ومعهد المختصة في العالم من أجل أن تكون العينات الجزائر مأخوذة بين الاعتباء لحيث أن الأمصال التي تنتج تكون تحمي ضد الفيروسات التي تمشي في الجزائر الوقاية من مختلف الفيروسات الموسمية وكذا أخذ اللقاحات اللازمة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة خطوة جد هامة في مكافحة الأنفلوانزا الموسمية